بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اخواني الكرام مرة اخرى هنشوف بقى النهاردة ازاي هنخزن السيشن على الريدس طيب احنا في بداية الفريمورك لما تعرفنا عليه عرفنا ان الديتابيز انواع متعددة من ضمنها الريدس ريدس لما دخلنا طبعا على الكونفج جابنا منه الديتابيز والريدس كان احد السابورت داتابيز اللي عندنا وبيكون في مجموعة بيانات ممكن نتعرف عليها وممكن ما نتعرفش عليها خلينا ندي معلومات بشكل عام عشان بس نشوف ازاي هنربط السيشن بالريدس بكل سهولة اولا انت بتجاهز او بيكون عندك مع البي اتش بي اكستنشن باسم بي اتش بي ريدس ولكن بعض او اغلب السيرفرات ما بيكونش جاهز فيها البي اتش بي ريدس ففي حل بديل طيب قبل ما نشوف الكلام ده كله نبص كده هنلاقي الدرايفر عندي اسمه ريدس وده connection او channel بنقدر نخزن عليها من خلال السيشن نوصل لريدس ونتصل بيه ونعمل عليه يعني بشكل مؤقت داتابيز بنخزن عليها الحاجة بتاعتنا اتفقنا الريدس بس مش للسيشن بتستخدم فيه حاجات تانية زي الريل تايم وحاجات تانية مختلفة هنتعرف عليها برضو لكن خلينا نشوف مع بعض انا اول حاجة عند الكلام ودي نوع الاستخدام للكلام مع السيرفر الخاص بالريدس طيب مبدئين احنا محتاجين نسطة بالريدس الريدس بالنسبة للويندوز واللينوكس والماك اس اكس بيختلف من حاجة تانية طيب اولا انا هروح للدوكيمنت بتاعت اللارافل هاجي في السيرش هدور على الريدس تمام ابص هنا لقل ان انا عندي حاجة اسمها بي ريدس وبي اتش بي ريدس البي اتش بي ريدس هي عبارة عن اكستنشن فيها الكلانت سيرفر سايد اللي هيكونكت على او يتعامل مع الريدس طيب لو انت الاباتش بتاعك مش مجهز في حاجة زي كده هنقدر بكل بساطة نستخدم حاجة اسمها بي ريدس هي اعتبر برضو بي اتش بي ريدس بس هي باكيج بي اتش بي فيها الكلانت ريدس عشان تقدر من خلاله تتصل برضو بي الريدس سيرفر طيب الريدس سيرفر ازاي هو اصلا هنستخدمه لو انت عندك الاكستنشن ريدس انت كل اللي عليك انك محتاج بس تنستول الريدس على الجهاز ريدس سيرفر طيب فانا عندي ريدس.io ده الويب سايت الرسمي الخاص بالريدس ريدس عشان تبقى عارف معلومات عامة هو باوبين سورس بيستخدم لتخزين البيانات في الذاكرة بشكل مؤقت وهو هنا زي ما هو بيقولك انه بيستخدموا الملايين من المطورين كداتا بيز او ككاش او كستريمينج او كمحرك انجين او كمسج بروكر يعني وسيط للرسائل بيبعثوها البقى طيب الget started لو من خلاله عشان تشوف ازاي تنستول الريدس كل طريقة من الطرق موجودة عندك انك تنستول الريدس على اللينوكس او على الماك او على الويندوز يعني لو جينا على الويندوز هتلاقي ان انت بتحمل فايل اي اكس اي وشوية اعدادات كده خفيفة وشكرا ان انت كده بدأت السيرفر بتاعك على الويندوز السوري هنا اوكي هنا ابتدحت اللينوكس لو بصينا اهو الريدس مع الويندوز اتحمل الدبل اتو اتحمل الدبل اتو عشان يبدأ يشتغل كسب سيستم للينوكس معك عشان تبدأ تشغل عليه نزام لينوكس كده خفيف منه تبدأ تفعل الريدس طيب تمام وهنا سابورت مع آآ آآ يعني لازم يكون مع ويندوز عشرة او ويندوز تان على الاقل تمام برجن الفين آآ واربعة او ان انت بتشتغل مع اصدار اعلى آآ او مع ان انت يعني بدأتها من الفين واربعة بيشتغل ويندوز عشرة تمام او ويندوز تان آآ لكن الاصدار الاعلى بيشتغل مع ويندوز 11 طيب اما اللينوكس هو حتة كومند لطيف سواء ان كان بقى على اوبونتو على يعني لينوكس منت على آآ يعني ايا كانت توزيعة بتحط شوية الكمند اللطيفة دي خلاص انت كده اصبح عندك ريدس وبتقول له الامر بتاع السيربس ريدس سيربر ستارت وبيبدأ يفتح لك للشانل على نفس البورت اللي بشكل افتراضي نيجي نبص كده على بقى الماك نرجع كده سوري انا بقول لا باك عايز اجيب الماك اس اكس الموضوع ابسط من البساطة ان انا هنا عندي اهو من خلال بري بقول له آآ ان انا عايزة ده من خلال الماك وانا طبعا عامل كل الكلام ده عندي مجرد ما بقول له خلاص هو على طول حشغل ريدس سيربر عايز اخرج منه بقول كنترول سي وشكرا انا كده خلصت ستبت الريدس بتاعي يعني الموضوع مش محتاج ان انا اعمل لك في درس موضوع سهل وبسيط جدا وبما اني باشرح على الماك الموضوع سهل وبسيط متى كده كده عندك البري ده زي بتقول له هو بيعمل كل حاجة ما بتعملش ايدي حاجة خالص طيب فبس مجرد مجرد ما اقول له ان انا عندي ريدس سيربر بقول له كده ريدس سيربر هنا ريدس سيربر خلاص انا كده ريدس اشتغل معي فجاهز ان هو يستقبل عندي اي كونكشن عليه لكن حاليا عايزين نكمل الانتجريت مع يعني اللارافل اولا لازم طبعا انا احمل مهم نبص كده على اللارافل نرجع تاني بقى ونستخدم بقى البي ريدس او او سميها زي ما تسميها بيتش بي اا باكتج ريدس فكرتها لطيفة جدا انت بتحمل باكتج وبتغير الحالة من بيتش بي ريدس لبي ريدس تمام تمام بعد كده بتشوف اعداداتك طبعا انت مشحتاج تعمل اي حاجة في الديفولت كل حاجة زي ما هي تمام وفي باكتج بتحملها اسمها بي ريدس تعال نشوف اهو كومبوزر ريكواير بي ريدس اهي فبالتالي انت في الانترودكشن بتاع الريدس هتحمل الباكتج دي عشان لو حابب تشتغل على البي ريدس باكتج بتوفر لك بقى ان انت تقعد كل شيء تعمل انستول يعني هنا حتى هيقول لك ان انت لازم اهو البي تش بي اكستنشن تخش على جيت هب موال وواجع قلب انت بفغين عنه فكل دا مش محتاجه اللي ازا كان بقى عندك السيرفر بي سبورت ان انت بتنستول الاكستنشن بسرعة لكن احنا عايزين ننجز فالانجاز بتاعنا بيقول ان احنا نحمل الباكتج اهو انا هقول له كومبوزر ريكواير بي ريدس وممكن بقى اخد الكلاينت ده وحطه في الانف برا عندي اول انا هخلي السيشن درايفر هتكون ريدس تمام تمام بعد كده حاجة هنا اقول الكلاينت بي ريدس خلاص انا كده جهزت اعداداتي والباكتج نزلت عندي على يعني مش محتاج ان انا اعمل دوشة لنفسي خلاص كده السيشن كلها تتخزن على الريدس وانا كده كده بستخدم الباكتج ريدس مع البي ريدس طيب فبالتالي لما اقول سيرفر الريدس سيرفر شغلت الريدس هروح بقى مرة تانية هعمل سيت وهاجي هنا اجيب الفاليو بتاعتي طيب فبالتالي خلي بالك اي خطأ في الكونفجريشن يعني انا زودت اس زيادة كده هيقول لي ايرور ليه لان انا كده الكنكشن بتاعي مش صحيح قال لي هو ان الكنكت على بتاعت الريدس غير صحيحة او في يعني مشكلة فبالتالي لازم احداد للكلاينت بشكل لطيف ومظبوط ويكون بتاعي اا على الريدس فاصبح ان كل اللي احنا شفناه اادي الريدس عملنا سات وادي عملنا اا يعني زي ما انت شايف كده جت ولو الريدس خلي بالك فصل معناه ان انت مش تقدر تعمل اي كنكشن على الريدس لان هنا بيقول لك الكنكشن لان ما فيش اصلا الريدس شغال عندك فهتشوف مش هتقدر تعمل الريدس ولا تعمل اا مش هتقدر تعمل سات ولا جيت ولا اي حاجة فلازم يكون عندك سيرفر الريدس ده منفصل مش على نفس السيرفر ممكن تسطبه اذا السب سيرفر عادي على نفس البي بي اس بتاعتك لكن بينصح دايما الريدس بتاعك بيكون مفصول على سيرفر بعيد كل البعد عن السيرفر الاساس العليل بتاعتك فبالتالي انا عندي الريدس شغال فكل حاجة اصبحت موجودة ادي اشتغلت وادي اشتغلت اوكي ولو حبيت بقى اعمل عايز اعمل فلاش عايز اعمل فلاش عايز اعمل اي حاجة طيب ليه بنستخدم الريدس خلي بالك الريدس مفيد جدا اولا بيخفف اللود عندك على الابليكيشن ثانيا بيكون الابليكيشن احسن واحسن لانك بتفصل جزء مهم في السيشن لو هو كتير قوي على سيرفر مفاصل اللي هو الريدس فبيخلي الامور معاك سهلة ولطيفة ومش محتاج ان انت تكون معاقة الدنيا وكمان بيخلي بقى الابليكيشن سريع شوية يعني بيدي اداء احسن للفريمورك عندك وبيخليك تقدر تتعامل بشكل سلس مع البيانات فدي كان الطريق ان انت زي تانتيجريت الريدس مع السيشن ونقف لحد كده ونكمل في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة